بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم عن الزوك هنفسر مع بعض مرض الزوك او لو شفناه انه هو تجوز مرة تانية او لو شفناه لقدر الله انه توفى كمان هنتكلم عن الخطيب للبنت العزباء برضو لو شفته انه هو مريض او توفى اولا رؤية زواج الزوك بزوكة تانية اولا من الرموز اللي بتدل على حصول الزوكة على منفع كمان على ارباح ممكن يحصل عليها لو كان هو بيشتغل في عمال تجارية كمان من الرموز اللي بتدل على ساعة في الرزب رؤية الزوكة انه في خلافات يعني رؤية المرأة المتزوجة انه في خلافات بينها وبين زوجها او حدوز مشاكل او مشاجرة بينها وبين زوجها فده ممكن يكون انعكاس لواقع يعني ممكن تكون هي في الواقع فعلا في خلافات فممكن الرؤية يتكون انعكاس لواقع فعلا هي بتايشو اول شافت المرأة ان زوجها مريض مرض الزوكة مرض الزوكة من الرموز اللي بتدل على ديء في المعيشة ممكن تدل على خلافات ممكن تدل على مشاكل كبيرة جدا بينها وبين زوجها ممكن توصل لانفصال او لقطر الله لطلاق رؤية موت الزوكة لقطر الله لو شافت ان زوجها توفى دي برضو من الرموز اللي ان الزوج ده هيحصل على فرصة صفر او هيكون في خلافات كبيرة جدا ممكن تحصل ما بينهم ممكن توصل لانفصال لو شافت المرأة ان هي بتدور على زوجها لكن هي مش ملقتوش او مش عارفة مكانه ده برضو من الرموز اللي شوية ممكن تكون حلم نفسي ان ممكن تكون المرأة بتمر شوية بفراغ عاطفي ان هي شوية محتاجة الزوج او ممكن يكون الزوج مشغول او حاجة الفتاة العزباء لو شافت ان هي متزوجة في المنام كتدي وزوجها توفى اولا برضو من الرموز اللي شوية بتكون نفسية ان هي بتكون شوية عندها رغبة في الزواج او محتاجة شوية انتن postal حس بامان او تحس باستقرار في حياتها، فممكن شوية تكون حالة يعني انعكاس برضو لحالتها النفسية رؤية الزوج يعني بيموت وبيرجع تاني يسحى دي من الرموز اللي بتدل على ان فيه ايام يعيشها الايام دي شوية هتمر عليه شوية هتكون صعبة العكس بقى موت الزوجة لو الراجل شاف ان زوجته هي اللي توفت فدي من الرموز برضو اللي بتدل على ان الرأي او الرجل هيمر بايام او بظروف شوية صعبة في حياته ممكن تكون في علاقته بزوجته ممكن تكون علاقته في العمل يعني مشاكل في العمل ممكن تكون بمشاكل من ناس محدين بيهم برضو الراجل لو شاف موت سكته وحسب روحة وسعادة كده انها توفت يعني فدي يعني بيدل على ان فيه علاقة شوية ود ومحبة بينهم ايه كمان لو شاف الزوج ان برضو ان هي توفت كمان ممكن تدل على وقوع مشاكل اه بين الزوج والزوجة اه كمان من الرموز لو شافت اللي متزوجها اه لزوجها ان هو اه برضو اه توف اه ده دليل كمان احيانا على طول عمر اللي زوج لو شافت ان هي ان زوجها مات بطريقة شوية غريبة يعني بطريقة مش موتة طبيعية اه اه او بطريقة بطريقة غريبة او بطريقة صعبة يعني مثلا ممكن بقتل او بخيانة او كده فدي للاسف اه بتدل على مشاكل اه محيطة بيهم اه كمان اللي زوجها ان هي اه برضو اه تشوف زوجها انه توفى وانه اه اتكفن اه فبالفعل اه لو شافت ان هو اتكفن كله يعني حتى الراس كمان متغطية فده للاسف بندل على بالفعل على موت اه لو شافت المرأة المتزوجة زوجها هو ميت اه وراحت ان هي تزوره في القبر بتاعه فدي من الموز اللي بتدل على محبة وعلى حب وعلى اه مواد ده بينها وبين زوجها لو شافت المرأة ان هي بتبكي على اه زوجها يعني ان زوجها اه توفى وهي بتبكي عليه اه فده دليل على مكانة الرجل ده عند الزوجة اه وان فيه علاقة قوية يعني بتربط اه بينهم اه رؤية موت الخطيب لو الفتاة العزباء شافت ان خطيبها هو اه اللي توفى اه برضو من الرموز اللي بتدل على حب وعلى ود وعلى علاقة قوية بينهم اه لو شافت ان هي اه انه توفى وهي زعلانة اه اه ده من الرموز كمان اللي بتدل على اهتمام يعني اه دليل على ان الخطيب ده مهتم بالا بالطرف التاني او هي كمان مهتمة اه بي اه كمان لو شافت ان هي بتبكي على اه خطيبهم اه فالعكس بيكون طبعا البكاء بدون سريخ وبدون اه اه يعني صوت اه فده دليل على السعادة هتكون ما بينهم اه لو شافت ان الخطيب مات يمكن اه بعد فترة وسيارة من الخطوبة اه فللأسف اه بيدل على يعني الحص الزيق للفتاة وكمان على ان الدنيا هيبقى فيه تغيير ولكن التغيير ده مش هيكون للافضل هيكون للاسوأ اه كمان من الرموز الموضل للزوج لو المرأة شافت ان زوجها توفى برضو من الرموز اللي بتدل على حمل احيانا يعني لو كانت هي بتسعى اه لحمل اه كمان اه يعني ممكن تدل على ان هو اه يعني لو شافت ان هي تزوجت اه بشخص غير زوجها يعني شافت في المنام النادى زوجت من شخص غير زوجها وان الشخص ده اه توفى فده للأسف بيدل على اه على مستقبل او على فترة قادمة هتكون صعبة او اه شقة في حياة المرأة اه كمان لو اه كمان من الرموز كمان اللي بتدل على حزن اه وعلى اه يعني اه اه ممكن تكون كمان اه علاقة او ازمة صحية هو اه هيمر بيها لو لو شافت ان جوزها اه مات اكتر من مرة يعني مات تسيح اكتر من مرة فده دليل على حزن دليل على ان هو ممكن يصيب اه او يمر بازمة اه صحية اه كده احنا فسرنا اه زواج الرجل لموتوا او اه مرضوا اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اهيس فسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا اردت عليكم اه بشكركم كده انا شوفكم ان شاء الله في فيديو بديد مع السلامة